اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي هي تطبق معاييرها على الدول التي وقعت على معاهدة الانتشار بينما الدول غير الموقعة لغاية هذه اللحظة لا يوجد إجراءات ضدها لاحظ على سبيل المثال ما جرى في العراق من عمليات التفتيش كانت مستندي إلى أن العراق دولي موقعة الآن عملية الضغوط على إيران دولي موقعة الهند وباكستان في عام الثمانة وتسعين كان هناك الإعلان عن تفجيرات نووية كلاهما لم يوقع كوريا الشمالية انسعبت منها الآن إسرائيل غير موقعة وبالتالي هذه المعايير تطبق على الدول التي وقعت على المعاهدة فيما الدول التي لم توقع هي الآن خارج هذا الإطار ولا يمكن أن يتم التفتيش عليها يضاف إلى ذلك الاستثناء الرئيسي في العالم كله إسرائيل يعني كم قرار دولي سواء كان فيما يتعلق بالسلاح النووي أو غير السلاح النووي اثنين أربعة اثنين ثلاث ثماني ثماني عشرات القرارات صدرت بحق إسرائيل لم ينفذ منها أي قرار لكن الملفت في التقرير أن وجاء أن إسرائيل تمتلك ثمانين رأس نووي أخير الدراسات التي تسربت منذ سنوات أثبتت أن لدى إسرائيل أكثر من مئتي رأس نووي أنا سأت أكثر من مئتي رأس نووي أكثر من مئتي رأس نووي شكراً للمسيقك